زيارة أخيرة إلى المحلات التجارية قبل الإغلاق السكان إلى الشرق من نهر هوانكبو في حالة إغلاق دام فيما لا يزال بإمكان مواطنيهم في الغرب القيام ببعض المشتريات لكن الطعام ينفد وما تبقى باهظ الثمن سيبدأ الإغلاق في الأول من أبريل لذا خرجت لشراء بعض الطعام الطابق الثاني فارغ تماماً ماذا عساني أن أفعل في الأيام المقبلة؟ أشعر بعدم الأمان وسمعت الكثير من الشائعات كمثل نفتقر إلى هذه الأشياء اليوم ونحتاج إلى التسرع في شراء البطائع أسعار السلع أخذة في الارتفاع والناس في حالة من الضعر يؤكد الباعة والمحلات التجارية أن هناك نقصاً في العديد من المنتجات يصعب الحصول على الخضار من أسواق الجملة بعد أن أغلق العديد منها اشترينا الخضار من تجار الشوارع إذا لم نتمكن من الحصول على الخضار فهذا يعني خسارتنا من المقرر أن يستمر إغلاق شانجهاي لتسعة أيام إنها ضربة قاسية للمدينة ذات الأهمية الاقتصادية وسكانها البالغ عددهم 26 مليون نسمة لكن الحكومة الصينية تقول إنها أفضل فرصة لها لوقف انتشار فيروس كورونا ترجمة نانسي قنقر